أقامت كنيسة القديس يحنى دولاسال جبل الحسين قداساً احتفالياً بمناسبة عيد الطبوية ماري دولاباسيون مؤسسة رهبنة الفرنسيسكانيات مرسلات ماريام حتى ترأس القداس كهن الرعية الأب إبراهيم نفاع بمعاونة عدداً من الأباء الكهنة وبمشاركة أبناء الرعية بكافة فعلياتها وفي إيضاته تحدث الأبنة فاع عن حياة القديسة لاباسيون وروحانيتها ورهبنتها التي تأسست على العفة والمحبة والعطاء والفضائل التي عاشتها بإيمان وفقر على مثال السيد المسيح وفي نهاية الاحتفال الذي حضرته الدكتورة باسم السمعان تبادل الحضور التبريكات بهذه المناسبة الإيمانية البهيجة نظمت لجنة سيدات كاتدرائية دخول السيد إلى الهيكل الصوفية لقاء محبة وتعارف جمع سيدات محافظة البلقاء الصلط والفحيص وصفوت مع سيدات العبدالي في كاتدرائية دخول السيد إلى الهيكل الصوفية وقد شاركت عموم السيدات في خدمة براكليسي القديس نكتاريوس أسقف المدن الخمس تلاها كلمة روحية للرئيس الروحي لمحافظة البلقاء الإرشمدريت خريستوفوروس حداد ثم محاضرة عن الصلاة وخطر عدم الصلاة للأيكونومس رومانو السماوي واختتم اللقاء قبل التوجه إلى قاعة الكاتدرائية بكلمة لأيكونومس إبراهيم دبور أعقبها تبادل محبة وتعارف بين السيدات ثم نشاط تفاعلي يهدف إلى كيفية تفعيل عمل المرأة في لجان الكنيسة والخدمة فيها بهدف معرفة احتياجات وامتطلبات الشبيبة وتعزيز مفهوم العمل المشترك بينهم التقت الأمانة العامة للشبيبة الأرثوذكسية في المملكة بشبيبة القديس جوارجيوس في إربد بحضور الأب الروحي لمحافظات الشمال أفثيم يوسفا واضلي وكاهن رعية الروم في إربد الأب دينيسيوس حداد تفاصيل أوفة في التقرير التالي الشبيبة هي العمود والبناء الأساسي لأي رعية الشبيبة هي البيت الثاني لكل واحد منا فيها منلاقي حالنا ولوين إحنا رايحين وشو دورنا كأبناء مسيحيين فعالين في المجتمع ومن هالمبدأ التقت الأمان العامة للشبيبة الأرثوذكسية بشبيبة القديس جوارجيوس للروم الأرثوذكس بإربد لا يسمعوا منهم شو الصعوبات اللي بتواجههم وشو المقترحات أو الموضيع اللي بيفكروا فيها ولا يكون هدف اللقاء هو تعزيز العمل بروح وحدة وإيد وحدة لخلق شبيبة فعالة بالكنيسة والمجتمع اليوم بركة كبيرة وفرحة كبيرة أن نكون موجودين هنا في شبيبة إربد شبيبة القديس جيورجيوس بإربد هذا المركز المهم للشبيبة كان هدف اللقاء أن نسمع الشباب والصبايا اسمعنا كثير من الأفكار وشو الدعم المطلوب من الأمانة لمركز شبيبة إربد هاي الأفكار أكيد راح تساعدنا في المستقبل خصوصاً عم نرتب لوجود لجان ومنرتب لخطة كاملة لسنة الخمسة وعشرين نعمة ربنا ربنا هيك يساعدنا ويأهلنا إننا نخدم الشباب في كل مكان اللقاء بلش بالتعارف ما بين الطرفين بحضور الأب إفثيميوس فواضلة الأب الروحي لمحافظات الشمال وكاهن رعية الروم الأرثودوكس الأبو ناذي يونيسيوس حداد واللي بدوره شرح أكثر عن الشبيبة والرعية بشكل عام وأبرز الأنشطة اللي بتقدمها وليكون اللقاء فعال ومش عبارة عن استماع للأمانة المايك صار بإيدين الشبيبة ليحكوا عن مقترحات وصعوبات بتواجههم اليوم انبسطنا في زيارة الأمانة العامة لإربد لكنيستنا واشتوائنا معاهم وعرفنا شو خطتهم وأهدافهم وكيف رح يكونوا بساعدوا الشبيبة كاملة بشكل خاص يعني بشكل عام بالمملكة وشو كانت متطلباتنا إلنا لإلهم بشكل خاص كشبيبة إربد وكشبيبة ذات الشمال ومنتمنى أنه يعني يدعمونا وإحنا كمان ندعمهم في تحقيق شو هم بدهم يسووا للشبيبة ويساعدونا في إحنا كيف حابين نطور حالنا اترفنا بزيارة الأمان العامة للشبيبة الأرثوذكسية بالأردن ومشكورين على أجيتهم وعلى طرحهم للمواضيع كثيرة بتمنى اللي ينطرح بهاي الجلسة أنه يتطبق على الأرض الواقع وشكراً لهم كثير ونتمنى منهم دائماً الدعم إلنا كشبيبة أرثوذكسية بإربد وأكيد للجانب الروحي دور مهم واللي هو أساس اللقاء دور الأب الروحي هو الدور مهم وأساسي بحياة الشبيبة لأنه هو الدور اللي بعزز رؤية الكنيسة الأبائية والروحية لتنمية الحياة الروحية في نفوس الشباب والشبابات المسيحيين اليوم إحنا بنعمل زيارات لنتعرف على شبابنا وصبيانا مشان إحنا نشعر بهاي الحياة الأخوية والروحية للشبيبة إنه نكون إحنا عائلة واحدة منتمين لنفس الكنيسة نشوف أراءنا ونشوف تأملاتنا وخططنا ورؤيتنا للمستقبل المسيح هو نواة الكنيسة ونواة كل واحد فينا والسبب الرئيسي لحضورنا الكنائس والشبيبات لنعرف بعضنا البعض من خلال يسوع المسيح ونعرف كمان ونراجع أنفسنا وين إحنا ولوين رايحين ووين بدنا نكون من إربد لقناة نورسات نيفين حدد